من أكبر المغلطات اللي احنا فاكرينها يا صديقي إن الحالة النفسية للإنسان متصلة بمدى قوة إيمانه وقوة يقينه ومدى علاقته بالله وده اللي بيخلينا في حالة غريبة جدا لما نشعر بالضيق وبسوء المزاج وإحنا قريبين من ربنا وعندنا يقين قوي فيما عنده لكن خلينا أقولك يا صديقي إن الفهم ده للأمور مش صحيح سيدنا موسى عليه السلام كان يقول ويضيق صدري سيدنا يعقوب عليه السلام بكى حتى بيضت عيناه من الحزن والله عز وجل وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم كلمة باخع يعني تكاد تهلك نفسك من الحزن والغم عليهم فمن حقك تحزن يا صديقي حتى لو قريب من ربنا ومن حقك تعبر عن حزنك ده لكن كن متأكد إن لو أنت حزين وانت قريب من ربنا فحزنك ده حيكون مضاعف أضعف كتير جدا لو أنت بعيد تماما عن ربنا لأن مع كل صلاة بتصاليها من الصلوات الخمسة على مدار اليوم كل مرة بتدعي ربنا كل مرة بتتوكل عليه بقلبك فحزنك ده بيقل كتير جدا ويمكن لو ما كنتش متصل بربنا وكنت بتعمل الحاجات دي بصفة دورية أو كل يوم يمكن كنت وصلت المرحلة أسوأ من اللي أنت فيها دلوقتي دي بكتير جدا وده اللي يخلينا نقول إن خلي بالك في ناس كتير جدا بيكون عندها مشاكل نفسية حتى لو هي قريبة من ربنا ويمكن المشاكل النفسية دي بتكون ابتلاء من ربنا فمهم جدا لما جيلك واحد يقولك أنا تعبان جدا أو أنا حزين جدا أو أنا مش عارف ما للفترة دي ما تعدش تقوله لو أنت بتصلي عمرك ما تحس بكده لأنه هو ممكن يكون بيصلي فعلا لكن حاول تسمعه بهدوء وحاول تخليه عبر بكل هدوء يمكن من كلامه ده تكتشف فعلا إنه هو عنده مشكلة نفسية ومحتاج فعلا إنه هو يعرض على معالج أو طبيب نفسي عشان يساعده في الخروج من الحالة اللي هو فيها فرسالتنا من الفيديو ده مش كل تعب نفسي معناه إن احنا مش قريبين من ربنا ومش معنى إن احنا قريبين من ربنا إن المفروض إن احنا ما نحسش بأي حزن ولا أي مرض من الأمراض النفسية ولا حتى أي شعور سلبي زي الحزن أو الاكتعاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر